إذن أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد لاستكمال هذا الموعد الإخباري مع ثاني من أفاتنا للنقاش والتي سنطرح فيها ونناقش الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة الأولى بناء على توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية والمتعلقة بتمديد الحجر على مستوى 34 ولاية وعودة النقل الجوي الداخلي والخارجي مستقبلا إضافة إلى فتح المساجد التي تتسع لأكثر من 500 مصل إذن كل هذه النقاط سنناقشها هنا مع ضيفي في أستوديو المختص في الإدارة الصحية الدكتور محمد جندوس صباح الخير صباح النور إذن سيدي الكريم تابعنا بالأمس إجراءات جديدة للوزارة الأولى ربما تعبر عن تعاملها مع معطيات جديدة في هذه الوضعية الوبائية سيد محمد ما هي قلعتكم لهذه الإجراءات؟ شكرا بالطبع الوزارة الأولى بعد الاطلاع على تقارير اللجنة العلمية الوطنية التي بدورها تطالع على التقارير التي تأتيها يوميا من الميدان يعني هناك دراسة وبائية ميدانية تعطي تقارير تقارير ترفع إلى وزارة الصحة والوزارة المعنية ثم بناء على هذه التقارير تأخذ قرارات وهذه القرارات يتم تحيينها كل 15 يوم لماذا؟ بناء على تطور الوضع الصحي إذن اتخاذ إجراء المتعلق بالحجر الجزئي وتمديده لمدة 15 يوم هو إجراء صحي نقول حجر جزئي صحي وهذا شيء منطقي ومعقول لأن هناك البعض يقول هذا غير صحي إلى آخر لا كل الخبراء كل الدول كل العالم يتفق على أن هذا الإجراء هو إجراء صحي لحماية المواطن والحجر يكون على الفيروس وليس على الأشخاص لأن الأشخاص يمكن لهم التنقل لقضاء حاجتهم يمكن لهم أن يذهبوا إلى المستشفى أن يروحون ويأتون يعني كيف ما شاءوا ولكن الحجر يطبق بيداء على تعليمات معينة وحسب كل ولاية معنتها أن كل ولاية عندها وضع صحي يمكن للسلطات المحلية وهذا يعني تحقيق لمبدأ لمركزية في اتخاذ القرارة إذن الوزارة الأولى كسلطة مركزية ولكن الولايات كسلطات محلية يمكن لها تحيين هذه القرارة بناء على تطور الوعدة الصحية وهذا إجراء صحي كذلك فيما يخص المساجد لاحظنا بأن هناك تطور إيجابي فيما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية إذن مدام هناك تطور إيجابي والمسجد اليوم لا يشكل بؤرة يعني بؤرة لانتشار الوباء إذن تم وهذا بناء على وعود قدمت بأن المصلين إذا كان وأنا قلت من هذا المنبر إذا كان التزموا بالإجراءات الاحترازية سوف يكون فتح تدريجي وهذا شيء إيجابي ومبشر وإنفراج سيد محمد هل نفهم من كلامك أنه ربما فيه استقرار في الإصابات تحكم أكثر في الوباء اللي أعطى ثقة ربما بفتح المساجد وفتح العديد من الخدمات كل الدول التي طبقت الحجر مباشرة بعد الحجر تنخفض عدد الإصابات سواء كان لحظنا ذلك في فرنسا مؤخرا لاحظنا هذا الشيء في الجزائر الحمد لله اليوم يعني بعد 15 يوم من تسجيل عدد الإصابات أكثر من ألف اليوم يعني بداية انخيفات عدد الإصابات وهذا مبشر وإن كان عدد الإصابات لازل نوعا ما مرتفع ولكن هذا مؤشر وهذا نتيجة تضافر كل الجهود ونتيجة تطبيق والالتزام بالإجراءات الاحترازية إذن الحجر الجزئي هو صحي والصحي يعطي نتائج مباشرة ولكن تبقى المسؤولية تقع على المواطن بالالتزام بالتدابير الاحترازية تباعد البدني غسل اليدين لبس الكمامة تجنب الأماكن المقتضة يعني تجنب الميمات الأماكن المقتضة والمغلقة نعم طيب سيد محمد نتحدث عن فتح الخطوط الجوية الداخلية ألا يشكل ذلك خطورة على المنظومة الصحية ربما من خلال تنقل الإصابات من خلال ربما فتح بؤر جديدة في الولايات طبعا لما نتكلم على الغلق هو غلق استثنائي ومؤقت مدام هو مؤقت معندها سوف نفتح يوما ما وبالتالي اليوم هو الوقت المناسب لفتح تدريجي يعني قلنا تدريجي سواء كان في مناطق الجنوب لماذا مناطق الجنوب؟ لأن هناك ولاية بالجنوب لا نسجل فيها أي إصابة وهذا شيء إيجابي مدام لا يوجد إصابة لماذا الغلق؟ إذن الغلق هو إجراء استثنائي يزول بزوال السبب والسبب هو عدم وجود الإصابات كذلك نفس الشيء فيما يخص الأماكن الأخرى يعني لما نتكلم عن الجن أماكن الأخرى مدام الخطوط الجوية الجزائرية وضعت يعني بروتوكول صحي وبروتوكول صحي هذا تصادق عليها وزارة الصحة والجنة العلمية مدام اللجنة العلمية أعطيت بروتوكول صحي والمسافرون يلتزمون يلتزمون بطن ما فيش حرج ما فيش إشكال ما فيش تأثير ربما يعني ما فيش تأثير لا لا ما فيش تأثير إذن التأثير لما يكون لما لا نلتزم بالالتزامات أنه يكون وهذا قلت إجراء مؤقت يعني إذا كان ملتزمناش وسجلنا عدد إصابة مرتفع سوف يعاد النظر في هذا القرن طيب سيد محمد ألا ترى ربما أن هذه الإجراءات ممكن أن ترفع إصابات مجددا لا لا أظن ذلك لك شكل خطورة يعني كل الذين يقرؤون الوضع الصحي اليوم يقولون بأن هناك يعني تجوزنا مرحلة الخطر وتجوزنا الكارثة طبعا لابد من الالتزام بهذه التدابير وهذه التدابير هي علمية نعم وليست سياساوية يعني هي هو قرار علمي من طرف اللجنة علمية بناء على معطيات معطيات ميدانية يعني الإبيديميولوجي يعني هي دراسة علم وانتشار الأوبئة لما نشوف بلي الوباء ينتشف أماكن معينة ولما نعرف كيف سيرورة انتقال وارتفاع عدد الإصابات هنا بناء على هذه الدراسة ناخد قرارات قرارات هذه تكون استباقية يعني لما هو قات قرار نستبق يعني حصول شيء ما في مكان ما ولكن في نفس الوقت نراعي الظروف الاجتماعية المواطنين حرية التنقل حقوق المواطنين إلى آخره إذن تكييف كل هذه القرارات مع كل هذه الواجبات مع الحريات العامة للمواطن مع شؤون اقتصادية كذلك طبعا طبعا مصالح الاقتصادية يعني كل المصالح الاقتصادية توراعة في نفس الوقت الصحة تشكل حجر الأساس يعني الصحة تسبق الاقتصاد نعم طبعا الصحة اليوم يعني نقوله الحمد لله جاوزنا مرحلة الكارثة اللي كنا متخوفين منها الإصابات بدأت في النزول جاءت الإجراءات التي تعطي تتماشى مع هذا النزول تتماشى مع هذا الوقت الصحي سيد محمد بالأمس سجلنا أقل من ألف إصابة وهو ربما الرقم الأول من نوعه منذ خمس أو ستة أيام هل نتوقع انخفاضا آخرا في الإصابات؟ وهل ربما تجاوزنا ضروة الموجة الثانية؟ طبعا هذا الرقم سجلناه بعد خمسة عشر يوم يعني من ارتفاع متسارع لعدد الإصابات الحمد لله الإجراءات الاحترازية اللي اخدتها الدولة والسلطات الصحية المعنية أتت بنتائج بعدما رأينا اكتظار للمستشفيات وتشبه على مستوى مصالح العناية المركزة الخاصة بالكوفيد الحمد لله الوضع بدأ ينفرج وهذا شيء إيجابي نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية وشفنا المواطنين الحمد لله يعني يلتزموا بعدما كانوا يعني لا يلتزمون ولا يؤمنون أصلا بوجود الوباء اليوم الحمد لله كل الناس يعني الأغلبية يعني يلتزموا بلبس الكيمامة خاصة بعدما أصبحت إجبارية وبعدما أصبحت يعني ملزمة طيب سيد محمد الكثير من المواطنين يتسألون اليوم متى ستعود الحياة العادية إلى طبيعتها هل ذلك مرهون ربما بتوفير اللقاح مرهون بتناقص الأعداد وش هو الحل بالتحديد؟ هذا الوباء كغيره من الأوبئة المستجدة يعني مستجد ما عندها كل عام يعود مدام هو وباء مستجد كوفيد-19 وباء مستجد يعني كما لا قريب الأنفليونز إنما هو أخطر فقط لابد من وجود اللقاح مدام اللقاح الحمد لله الاكتشاف اليوم والبحث العلمية يعني أعطت نتائج جد وإيجابية وفي قارب العاج إن شاء الله نشوف اللقاح موجود في الأسواق مدام اللقاح يعني الحمد لله يكون موجود في الأيام المقبلة إن شاء الله يعني سوف نقضي على الوباء بدون شك ونعود إلى الحياة العادية ويبقى هو وباء مستجد ولهذا الاحتياطات ولابد من الإطلاع يوميا على أخبار متعلقة بالكوفيد والأخبار هذه ما تجيناش من عند أشخاص الذين لا يطالعون على العلم وإنما هذه الأخبار يعني تنقل من طرف مختصين وتنشر في مجلات علمية محكمة لسا علاقة لها أي علاقة بالسياسة والمنظمة العالمية للصحة هي كذلك يوميا بناء على دراسة الوضع العالمي وليس المحل فقط تعطينا توصيات والجزائر تلتزم بهذه التوصيات وهي توصيات عالمية صحية لفائدة المواطنة طيب بالحديث عن اللقاحات شركات عالمية وشركات تصنيع معظمها أعلنت أن لقاحاتها نجحت بنسب تفوق 90% شركة موديرنا الأمريكية بالأمس قالت أنه فعالية لقاحة وصلت إلى 100% فايزر للأدوية كذلك أعلنت انطلاق أولى عمليات الشحن باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إذن اللقاح أصبح عملي أصبح متواجد على نطاق ضيق إن صح التعبير مبدئيا على أن يتوسع نطاقه في الأيام القليلة القادمة كيف نتوقع أن يكون تأثير ذلك على انتشار الفيروس في العالم وفي الجزاء؟ طبعا لا يمكن حماية دولة معينة بدون حماية كل الدول هذا هو الوبع يعني غير ممكن أن دولة معينة تلقى اللقاح وتحمي مواطنيها بدون حماية المواطنين يعني يجب أن تطفي النار في دار جارك قبل ما تلحق لك بارك الله وفيك يعني تطفي النار أعطيك المثال رائع تطفي النار في دار جارك باش ما تلحق لك شو النار نفس الشيء هذا هو ما نتكلمه على المنظمة العالمية الصحة لتنسيق الجهود بين كل دول والجزائر في هذا الإطار دخلت في منظمة كوفاكس لتجمع أكثر من 190 دولة يعملون جميعا من أجل شيراء اللقاح بسعر مرجعي يكون مناسب للمارض هذا السعر المرجعي يكون مناسب حتى نقضيه على الوباء لأنه غير ممكن كما قلت نطفيه النار في مكان ونخليه مكان آخر في هذا المسعى إن شاء الله الجزائر سوف تقتني الدواء اللي هو اللقاح لفائدة المواطنين وسوف يكون بالمجان للمواطن إذن هذا شيء مطمئن ومطمئن إن شاء الله طيب بالأمس أو منذ يومين الوزير الأول أعطى تعليماته لوزير الصحة ووزير الداخلية من أجل تنسيق جهودهما لاستقبال أولى جرعات اللقاح بكاشفه تفاصيل أكثر ما الذي تعكسه هذه التوجيهات هذا ربما فيه قناعة أنه اللقاح سيكون متوفر في الجزائر ربما في غضون شهر شهرين ثلاثة أشهر طبعا أكيد اللقاح سوف يكون متوفر بإذن الله اللقاح هو قلت لواباء مستجد وبالتالي نبني استراتيجية ليس لسنة فقط وإنما لسنوات مقبلة وبالتالي لابد من توفر كل ما هو لوجيستيكي لوجيستيكي على مستوى المؤسسات الصحية من أجل نقل وتوزيع هذا اللقاح هناك وزارة مختصة بالاستراتيجية وهي وزارة الصحة هناك وزارة مختصة بشيراء الدواء وهناك معهد بصور لمختص بتوزيع هذا اللقاح وكذلك وزارة داخلية من شأنها أن تخزن الدواء وأن توزيعه على حسب الأولويات لما تكلموا على الأمن الصحي طبعا هناك أشخاص مكلفون بالأمن والصهر على حماية هذا الوابع طبعا بعد موافقة موانظمة العالمية الصحة وبعد موافقة السلطة العليا للبيلال طيب سيد محمد باختصار ربما لمن ستكون الأولوية في التلقيح هل ستكون ربما للأطباء لكبار السن للسلطات أو للأطقم الأمنية كيف سيتم توزيع اللقاح من منظورك أنت كمختص في الإدارة الصحية طبعا من منظور منظمة العالمية الصحة لوامس مش الناس تفهم باختصار المنظمة تقول باللقاح يوجه أولا للعاملين في مجال الرعاية الصحية يعني هذا أولا تانيا أسلاك الأمنية تالتا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمينة نعم طيب على هذا الأساس سيتم توزيع اللقاح إذا ما توفر نتمنى أن يتوفر في القلب العاجل إن شاء الله شكرا لك سيد محمد قندوز وأنت دكتور مختص في الإدارة الصحية شكرا إذن أعزائم شكرا لك